موسيقى أهلا بكم إلى نشهة مفصلة من الأنباء نبدأها بالعنوين مقاومون يستهدفون الاحتلال بالنيران في نابلس وجنوب جنين وسرعي القدس تجري منورات عسكرية تشمل رمايات صاروخية مصادر مقربة من نتنياهو تتهم واشنطن بتمويل الاحتجاجات ضد حكومته والإعلام الإسرائيلي يقول ظل تقيل يخيم على أمننا القومي بعد الاتفاق الإيراني السعودي بعد بنك سيلكون فالي سلطات ولايات نيويورك تغلق مصرفاً أمريكياً جديداً بعد إعلان إثلاسه الرئيس الصيني في ختم دورة مجلس الشعب يقول سنتصدى بحزم للتدخل الأجنبي في تايوان علينا تعزيز أمننا القومي ورئيس الوزراء ينذد بمحاولات واشنطن تطويق بلاده وقمعها كوريا الشمالية تتوعد الولايات المتحدة برد مضاد فائق القوة وتطلق صاروخين فاليستيين من غواصة تزامناً مع انطلاق المناورة الأمريكية الكورية الجنوبية ممثلة ماليزية تصبح أولى أسيوية تحصد جائزة أفضل ممثلة في حفل جوائز الأسكار نفذ مقاومون فلسطينيون فجر اليوم سلسلة عمليات ضد قوة الاحتلال في الضفة الغربية رداً على اعتداءاتها وفيما اقتحمت قوة الاحتلال عدداً من المناطق من بينها من بينها مخيم نوري شمس شرق طول كرم استهدف مقاومون آلياتها بعبوة محلية الصنع خلال اقتحامها بلدة الزباب دا جنوب جنين واعترفت وسائل أعلام إسرائيلية بهذا الهجوم نفية وقوع إصابات كما استهدف مقاومون بالنيران الكثيفة قوة الاحتلال خلال انسحابها من مدينة تين هابلس الفلسطينيون تصدوا كذلك لاعتداءات الاحتلال في بلدة حسان في بيت لحم كما تصدوا لقوة معادية اقتحمت بلدة نعلي في رمالة بعد مسيرة باتجاه منزل منفذ عملية تينغوف معتز الخواجة وأغلقوا مداخل البلدة لمنع الاحتلال من اقتحامها وأحرقوا الإطارات وعملت قوة الاحتلال إلى الاعتداء على الشبان كذلك على الصحفيين لمنعهم تغطية المواجهات على مدخل البلدة الواقعة غرب رمالة اشتركوا في القناة اعتداءات قوات الاحتلال هذه جاءت في وقت عم فيه الحداد مدينة تنبلس حيث كانت قد اقتالت ثلاثة شبان في عملية اعدام جديدة واحتجزت جثامينهم وأثار هذا الاعتداء غضبا فلسطينيا عارما وصولا إلى القدس المحتلة حيث نظمت الحركة الطالبية وقفة احتجاجية تنديدا بممارسات قوات الاحتلال تحية لبندقية الرجال التي تصبح في سماء الوطن تحية لرصاصات المقامة التي تنعمر على الاحتلال تحية لكل بندقية لم تنحر جريمة اسرائيلية جديدة سعى الاحتلال إلى إخفاء معالمها ثلاثة شبان اقتالهم في سيارتهم واعتقل الرابع بالقرب من حاجز احتلالي عند سر غرب نابلس ولم يكتفي بذلك بل احتجز جثامينهم وصادر أشريطة المراقبة من المحل المجاورة كما صادر السيارة التي كانوا يستقلونها وادعى أنه وجد فيها بنادق M16 قوات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني أن الشبان الثلاثة هم جهاد الشامي وعدي الشاوي محمد دبيك ورفضت تسليم جثامينهم فيما أعلن ذوهم أنهم لن يقيموا بيوت عزاء إلا حين يتسلمون جثامين أبنائهم تلقينا الخبر وتوفدنا وهالجيران وهالأهل وهالأحباب كل الناس نجمعهم حتى نشوف شو صار وشو بنا نعمل قبل تقريبا نصف ساعة تأكدنا من خبر استشهاد وارتقاء أبناء العم عدي الشامي وجهاد الشامي وإحنا الآن في مرحلة المتابعة حتى نشوف الجثامين شو بدنا نعمل فيهم عرينو أسود نعت في بيان لها الشبان الثلاثة وأكدت أنهم كانوا في صدد نصب كمينا للقوات الخاصة الإسرائيلية في المكان كما أعلنت أن عمليات المقاومة ستتواصل الحداد العام عم نابلس جاءنا خبر أن الشباب كانوا نازلين عموا مفرق صر أو حاجة صر وتم كانوا معملهم كمين وتم اغتيالهم أو اطلاق النار عليهم وقالت لا تستشهدوا واحد أخذوا اليهود وإعتقلوا الفصائل الفلسطينية أكدت أن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ستتحول إلى وقود لمزيد من عمليات المقاومة عودة إسرائيل لسياسة الاغتيالات كما جرى في جبع والآن في صر في منطقة نابلس هو دليل على السياسة الحقيقية لهذه الحكومة هذه الحكومة لن تردع إلا بمقاومتها على الأرض وبفرض العقوبات والمقاطع عليها ولكن المطلوب اليوم فلسطينيا توحيد الصف الوطني فورا في قيادة وطنية موحدة على استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة الاحتلال كان قد أعلن وضع قوته في حال تأهب واستنفار تحسبا للرد الفلسطيني ولا سيما في ظل تواعد عرين الأسود وكتائب جنين وجبع وبلاطة بتصعيد عمليات المقاومة ومن الواضح أنه لم يتبقى أمام الفلسطينيين إلا أن يوحدوا صفوفهم لمواجهة اعتداءات حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل الهدفة إلى قتلهم وتهجيرهم عن أرضهم نسر سلمي رام الله الميادين وسط هذه الأجواء تجري سرعي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم منورة عسكرية بالذخيرة الحية ستكون الأكبر في تاريخها مصادر خاصة للميادين أوضحت أن المناورة التي ستحمل اسم الوفاء لضفة الثوار ستشمل رميات صاروخية ومدفعية متعددة وانتشارا لمقاتل سرايا فضلا عن نشاط لمختلف الوحدات القتالية ووحدات الدعم والإسناد في ملف الأسراء فهم يواصلون معركتهم لليوم الثامن والعشرين ضد إجراءات الاحتلال هذا في وقت يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثلاثين على التوالي رفضا لاعتقاله وسط تدهور مستمر في وضعه الصحي وفي وقت سابق نقلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال على سير عدنان إلى عيادة سجن الرمل بعد تدهور وضعه الصحي ومددت محكمة الاحتلال في معسكر سالم في الثالث عشر من شباط فبراير اعتقال الشيخ عدنان الذي اعتقل في الخامس من الشهر نفسه بالتوازي تستمر الأزمة الداخلية الإسرائيلية بالتفاقم وفي جديدها اتهام مسؤول حكومي إسرائيلي كبير يرافق رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو إلى إيطاليا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمويل الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية المسؤول المقرب من نتنياهو رأى أن هذه الاحتجاجات تمول بملايين الدولارات من إدارة بايدن وأشار الإعلام الإسرائيلي أيضا إلى أن نجلة نتنياهو شارك مقالا في حسابه يزعم أن وزارة الخارجية الأمريكية تمول أحدى المجموعات المشاركة في هذه الاحتجاجات إلى ذلك أو في هذه الأثناء قال الإعلام الإسرائيلي أن ظلا ثقيلا يخيم على الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي بعد الاتفاق الإيراني السعودي إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن حكومته ستقيم انهيار بن كوادي السيليكون وتقرر إذا كانت ستساعد الشركات الإسرائيلية أم لا وتهم نتنياهو وسائل الأعلام الإسرائيلية بإثارة الذعر بين المستوطنين بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي يدعم أكثر من مئة شركة إسرائيلية ناشئة آمل أن لا يكون الناس قد تأثر بنصائح المذعورين في وسائل الإعلام الإسرائيلية لأن من فعل ذلك لم يفعل الشيء الصحيح اقتصاديا لكننا بالطبع لا نستطيع تجاهل انهيار هذا البنك سأفكر مع وزيري المالية والاقتصاد ومحافظي بنك إسرائيل فيما إذا كانت الإجراءات ضرورية أم لا لمساعدة الشركات الإسرائيلية التي تعاني من ضائقة خصوصا في السيولة النقدية بسبب انهيار بنك سيليكون فالي يأتي ذلك فيما أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلين أن الإدارة الأمريكية تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي في بقية النظام المصرفي في الأولايات المتحدة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي أعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لوقف تبعات انهيار بنك سيليكون فالي وقالت إدارة الخدمة المالية في ولاية نيويورك إنها استحوذت على سيجنيتشر بنك وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام الآن معنا من بيت الأحمد مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام صباح الخير ناصر في البداية نتنيوه يتهم وسائل الإعلام الإسرائيلية بإثارة الظعر بين المواطنين بعد انهيار بنك سيليكون فالي وهو يدعم مئة شركة إسرائيلية ناشئة ما حقيقة ما يجري هل هو مجرد تهويل إعلامي أم أنه يستدعي القلق في إسرائيل صباح الخير يارا نبدأ بنظرية المؤامرة ما هي أمكانية أن تكون حكومة نتنيوه وإسرائيل وراء انهيار بنك وادي سيليكون لأنه هي المستفيد الأول في العالم من انهيار هذا البنك 500 شركة إسرائيلية هناك وبدأت شركات تسحب من إسرائيل وتذهب إلى وادي السيليكون هذا البنك الموجود في خليج سان ترانسيسكو على ما يبدو أنه شهر العسل بالنسبة للشركات الإسرائيلية اللي يطموح كل الإسرائيليين وبالتالي انهياره تزامن مع دعوة الحكومة الإسرائيلية إلى عودة شركات للاستثمار في إترائيل وهذا ما يثير الريب اثنين الصحافة العبرياء صباح اليوم تحدثت عن انهيار بنك Signature Bank كما قلتي ووعودات غير مؤكدة أن الحكومة اللي هو وزير المالية سموتريش أن الحكومة الإسرائيلية ستدرس إمكانية مساعدة هذه الشركات أم لا أي أن حكومة نتانياهو واسموتريش والإرهابيين اليهوب كسروا يد الشركات الإسرائيلية ولو هذه الشركات تحت رحمة الحكومة الإسرائيلية في اللحظات التي كانت تهدد شركات الإسرائيلية بالذهاب إلى سان فرانسيسكو وبالذات وادي السيليكون اليوم العكس هو الذي يحدث العلاقة متأسمة لا يوجد ثقة بين نتانياهو والإدارة الأمريكية الاتهامات متبادلة لكن قضية البانك وخصوصا Signature Bank وهذه السيليكون تثير الريبة كثيرة نعم ويعني تأتي أيضا في الوقت الذي يتهم فيه نتانياهو أيضا واشنطن بدعم الاحتجاجات في إسرائيل يعني كما قلنا إسرائيل بالنسبة لها الغية تبرى الوسيلة طبق وأن أرسلت جوناثان بولر للتجثث على أسرار أمريكا والذي حكمه بالمؤمن ثم وفرج عنه وبالتالي لا يوجد أبدا أمريكا تدعم إسرائيل كإسرائيل لكن حكومة إسرائيل تستغل انتهازيا الحكومات الأمريكية وتبتزها اليوم اللعب فوق الطاولة من قبل كانت تحت الطاولة لا أعتقد بأنه من السهولة إصلاح الدمار الذي خلفه نتانياهو مع الإدارة الأمريكية وبالتالحزب الديمقراطية يكفي أن أذكر يارا بأنه حين قيل للسفير الأمريكي بأنه سموتريج سيذهب إلى أمريكا وهو سيقص عشرة أيام بالمناسبة وهذا أغبى بالمتظاهرين قال لو كان بيدي لألقي به من الطائرة هذه تصريحات لم نكن نسمعها بالتالي ناصر ما حقيقة فعلا دعم واشنطن لمثل هذه الاحتجاجات خاصة وإنه أيضا نجل نتانياهو شارك مقال يتحدث عن تمويل إحدى المجموعات المشاركة بالاحتجاجات والحديث يتم عن ملايين الدولارات لدعم المحتجين رئيس الهملة الدعائية التي فاز بها نتانياهو مستشار أمريكي كل حياة الإسرائيليين أمريكان وبالتالي تعاقد المتظاهرين كأحزاب سواء يايد لابيد أو جانيكس أو غيره أو تعاقد نتانياهو وجمع تلكود مع شركات ومستشارين أمريكيين شيء واضح وعادي في السياسة الإسرائيلية اليوم نتانياهو يقدم الموضوع ويطرحه على هذه الطريقة لك ناصر لحمود مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا من بيت لحم كشف موقع بلومبرغ أن السعودية رفضت إعطاء تأشير اعتدخول لوفد إسرائيلي دعية إلى حضور حدث سياحي أممي في المملكة الموقع رأى أن الإجراء السعودية الأخير يجعل أمال إسرائيل في تحسين العلاقات مع السعودية سابقة لأوانها موضحا أن دعوة مسؤولين إسرائيليين جاءت من قبل منظمة السياحة العالمية من أجل حضور حدث يستمر يومين في مدينة العلا إلى ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن قرار إماراتي يقضي بوقف صفقة شراء منظومات أمنية إسرائيلية بسبب سلوك المسؤولين الإسرائيليين وتصريحاتهم في الأشهر الأخيرة وبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن الإمارات ربطت تجميد صفقة شراء منظومات إسرائيلية بعدم قدرة نتنياهو على السيطرة على حكومته مشيرة إلى أن هذا الأمر قد ينعكس أيضا على التعاون المستقبلي بين الطرفين بما فيها الأمني والاستخباري من جهته نفى ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية صحة الخبر أكد رئيس حكومة صنعى عبدالعزيز بالحبتور أن مصطلح التطبيع دخيل على الأمة ومرفوض من قبل أحرارها كافة كلام بن حبتور جاء خلال لقائه القائمة بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن معاذ أبو شماله حيث جدد تأكيد موقف الشعب اليمني إزاء دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من جهته ثمن أبو شمال موقف اليمن الشعبي والرسمي الداعم للقضية الفلسطينية في زمن التطبيع أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه يجري الاستعداد الاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران خلال الشهرين المقبلين معربا عن تطلعه إلى لقاء نظيره الإيراني أمير حسين عبداللهيان في أقرب وقت وفي حوار مع صحيفة الشرق الأوسط قال الوزير السعودي أن الاتفاق السعودي الإيراني يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين في حل الخلافات عبر التواصل والحوار لكن ذلك لا يعني توصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم أنه يجري حاليا الاعداد لعقد لقاء بين وزيري خارجية السعودية وإيران من جهة أخرى تسود أجواء تفاؤلية في مفاوضات الأطراف اليمنيين في بيرن السويسرية بشأن تبادل قسم من الأسر والمحتجزين لدى الطرفين وأوساط حكومة عدن تتحدث عن ارتفاع ياسم إطلاق الأسر السعوديين الستة عشر موسى عاصي يومان مرة على بدء مفاوضات تبادل الأسر بين الأطراف اليمنيين في هذا القصر الذي اختارته سلطات السويسرية في قرية نائية قرب العاصمة بيرن أجواء المفاوضات توحي بتفاؤل ولكن بشكل محدود الحاضرون هنا متفقون على مبدأ تبادل الأسر في هذه الجولة لكن المشكلة تكمن في أعداد الذين سيطلقوا صراحهم وهي تراوح بين بضع مئات ونحو ثلاثة ألاف وهو رقم يبقى بعيدا جدا عن العدد الفعلي للأسر والمحتجزين والمفقودين والذي يتجاوز ستة عشر ألفا ما هو مطروح على الطاولة اليوم هو عدد الفين ومائتين وثلاثة وعشرين لكن هناك بعض الأسماء بالتأكيد في عليها خلاف شديد ولكن هذا الاتفاق بما أنه قد تم التوقيع عليه مسبقا في تقديري سيكون الإفراج إذا تمت صفقة سيكون رقم كبير إذا لم يكن أكثر من ألف سيكون بالمئة ويشارك ضباط سعوديون في هذه المفاوضات لاستكمال مناقشة الإفراج عن ستة عشر أسيرا سعوديا لدى أنصار الله وهي خطوة قد تؤسس لتفاهمات شاملة في ملف تبادل الأسرة أعتقد أنه سيكون هناك الفرص أكبر لإطلاق المعتقلين السعوديين أو الجنود السعوديين أكثر من غيرهم بكون الحوثيين يريدون أن يكون هناك تواصل أكبر مع السعودية وأيضا لكن لا أعتقد بأنه سيكون هناك انفراجة كبيرة في مسألات القيادات السياسية والعسكرية خاصة مثل السياسيين اليمنيين وأيضا وزير الدفاع وشقيق الرئيس السابق هادي ونقل عظم أجلس الرئاسة أنه سيكون هناك انفراجة أوسعة في مجال القيادات لكن سيكون هناك ربما إطلاق صراح من الصف الثاني من القيادات السياسية والعسكرية ويبقى الملف الشائك الذي يحول دون التوصل إلى تفاهمات شاملة هو الصعوبة في مقاربة قوائم الأسماء والخلافات الكبيرة بين الطرفين حول الأعداد الفعلية للأسرى والمعتقلين سيبقى المفاوضون اليمنيون في هذا القصر بعيدا من الأعلام حتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي أي قبل بدء شهر رمضان المبارك موعد يأمل المبعوث الأممي أن يزف فيه لليمنيين خابرا سعيدا عبر اطلاق صراح العدد الأكبر من المحتجزين موسى عاصي من إحدى القرى القريبة من العاصمة السويسرية بيرن الميارين استغربت وزارة الخارجية الإيرانية نفيا البيت الأبيض كلامة عبداللهيان بشأن صفقة تبادل السجناء المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أكد أن الممثلة الرسمية للولايات المتحدة وقع اتفاقية مكتوبة بشأن تبادل السجناء عبر وسطاء في شهر أذار مارس من العام الماضي ولكن لم يتم تنفيذها من جانب الحكومة الأمريكية حتى الآن أكشف كنعاني أنه خلال الأسبوع الأخيرة كان هناك تبادل للرصائل غير المباشرة بين طهران وواشنطن لتحديث الاتفاق مشددا على عدم استخدام قضية تبادل السجناء الإنسانية كأساس للمزايدات السياسية عبداللهيان قال أن الاتفاق بين طهران ورياض جار بالتنسيق بينه وبين نظيره السعودي على هامش قمة بغداد اثنين مؤكدا خلال مقابلة صحفية أن هذا الاتفاق يرمي لتعزيز الأمن والسلام في العالم الاتفاق بين طهران والرياض يصب في مصلحة الشعبين الإيراني والسعودي ويعزز السلام والأمن الإقليميين توصلنا إلى الاتفاق مع المملكة العربية السعودية بعد وساطة قدمها الرئيس الصيني إلى الرئيس الإيراني خلال زيارته بكين هناك قضايا مختلفة على الصعيد الإقليمي بينها الملف اليمني وسوريا وأفغانستان وحتى حرب أوكرانيا تحتاج إلى أليات منفصلة للوصول إلى الحل السياسي وإنهاء الأزمة فيها والجمهورية الإسلامية تؤكد مبدأ الحوار في حل جميع القضايا العالقة في المنطقة وتعتقد أن استمرار الحرب في اليمن ليس حلا وسيزيد من المشاكل إذن نفي البيت الأبيض جاء ردا على تصريحا لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد فيه أنه جرى التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الأخيرة بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء على أن يجري تنفيذه قريبا إذا أخذت الأمور مسارها الصحيحة توصلنا إلى اتفاق خلال الأيام الأخيرة لتبادل السجناء الموجودين بين إيران والولايات المتحدة وإذا صارت الأمور على ما يرام أعتقد أننا سنرى قريبا تنفيذ هذا الاتفاق بين البلدين نحن ننظر إلى موضوع التبادل السجناء باعتباره موضوعا إنسانيا ومن جانبنا كل الأمور جاهزة لتنفيذ الاتفاق وحاليا الجانب الأميركي يقوم بمراجعة الأمور الفنية الأخيرة في هذا الشأن أما بشأن مفاوضات إلغاء العقوبات فإن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر ونعتقد أن الظروف لا تزال متوفرة للوصول إلى اتفاق جيد في هذا المجال بحثت سلطنة عمان وإيران سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية وخلال انعقاد الجلسة التسعة للجنة التشاور الاستراتيجي بين البلدين في مصقط تبادلت طرفان وجهة النظر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك طائرة ياسين النفاثة المحلية الصنع التي أزاحت إيرانا ستارة عنها تعد تطورا مهما في الصناعات العسكرية الإيرانية رغم العقوبات والضغوط الكبرى التي تمارس على الجمهورية الإسلامية أحمد البحران في تطورا وصف بالمهم للصناعات العسكرية الإيرانية أزيح الستار عن طائرة ياسين النفاثة وتم تتشين خط لإنتاجها المكثف قفزة نوعية لإيران أدخل نادي الدول القليلة الحائزة هذه التقنية الجوية من أهم الأمور التي تساعد في تعزيز القدرات الجوية لكل بلد هو التدريب على قيادة الطائرات المقاتلة وطائرة ياسين النفاثة المتطورة مخصصة لتدريب الطيارين ياسين طائرة تدريب بطول 12 مترا وارتفاع أربعة أمتار بمحركين نفاثين صنعت محلية إنجاز قيمته القيادة العسكرية بأنه تحقق برغم العقوبات والضغوط القصوى العقوبات الأمريكية لم تنجح في وقف تطور صناعاتنا العسكرية نحن الآن مستعدون أكثر من أي وقت مضى لا أحد تقريبا تقدم المساعدات خلال فترة العقوبات وهذا محفز على أن نعزز قدراتنا المحلية وننجز ما نريد بكفاءة عالية وأسبق ياسين الكشف عن سلسلة من الصناعات العسكرية الجوفضائية منها مقاتلة كوثر القادرة على حمل مختلف أنواع الأسلحة والمزودة بإلكترونيات الطيران المتطورة ومسيرة غزة الإستراتيجية وعشرات الطائرات الأخرى من دون طيار بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية والحاملة للأقمار الإصطناعية هي عنوين جزء مما عرضته إيران في السنوات الأخيرة لقدراتها التسليحية بمعزل عن التوترات الأمنية والعسكرية والعقوبات الاقتصادية والاتفاقية والمصالحات السياسية تواصل القيادة الإيرانية تطوير قوتها القتالية وبوتيرة متسارعة طالما أنها تكون قوة ردعا يخشاها الخصوم أحمد البحراني طهران الميادين صحيفة وولستريت جورنال نقلت عن الرئيس الصيني اقتراحه خلال لقاء مع القادة العرب في قمة إقليمية بالرياض في كنون الأول ديسمبر الماضي أقد اجتماع رفع المستوى بين قادة دول الخليج وقادة إيران في بكين في مقال تشير الصحيفة إلى أن الاتفاق الإيراني السعودي يقود ادعاء الولايات المتحدة أن النظام القائم على القواعد بقيادة واشنطن هو الخيار المسؤول الوحيد الذي يمكن للحكومات اتخاذه بالتوازي قال الرئيس الصيني شي جيم بينغ الذي ذكرت وكالة رويترز أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى موسكو قال أن بلاده ستتصدى بحزم للتدخل الأجنبي في قضية تايوان وستقاوم ما وصفه بالأنشطة الانفصالية الرمية إلى استقلال الجزيرة وفي الحفل الختامي للدورة الأولى للبرلمان البلاد في تشكيلته الرابعة عشرة شدد الرئيس الصيني على ضرورة تعزيز الأمن القومي والتمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة وتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان بشدة ومعارضة التدخل الأجنبي يجب التمسك الصارم بمبدأ الصين الواحدة والتزام توافق عام 1992 كذلك يجب تعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان ومعارضة التدخل الأجنبي والأمشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال تايوان من الضروري استمرار العمل لإعادة توحيد الجزيرة مع الوطن الأم بدوره ابتهم رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ الولايات المتحدة بمحاولة تطويق بلاده وقمعها وفي كلمة له مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان دعا لي تشيانغ الولايات المتحدة إلى تعاون مع بلاده مشيرا إلى أن التطويق والقمع ليس مفيدين لأحده وينضم إلينا مفادة الميادين إلى بكين مهدي ديراني مرحبا مهدي يعني لو تطلعنا على أبرز تصريحات الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ صباح الخير يا را تحية لك وتحية لمشاهدين الكرام صباح هذا اليوم مختتمت جلسات المجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني في قاعد الشعب الكبرى وخلال هذا الجلس كان هناك تصريح لرئيس الصيني شي جينبينغ وخلال هذا التصريح هو تصريح الأول يعني بعيد انتخابه كرئيسا للبلاد المرة الثالثة على التوالي في الصين حذر من التدخل الأجنبي في القضية التيوانية وقال بأن بلاده ستتصبى بحزم إلى هذه التدخلات وتصاوم العنشطة الانتصالية الهدفة إلى استقلال الجزيرة التيوانية وأيضا شدد على ضرورة التمسك بمبدأ الصين الواحدة وأيضا توافق عام 1992 وتعزيز بالتالي التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي المضيق التيواني وهذا أيضا طلب الرئيس بضرورة تعزيز أيضا جهود لتحديث الدفاع الوطني وأيضا القوات المسلحة والجيش وتعزيز قدراتها الدفاعية وقال أن بلاده ستتؤسس جيش وفقا إياه بأسطور الفلاذي لحماية أمن البلاد وبالتالي مصالحها الوطنية وبالتالي هنا لابد من أن نكتر بأن الصين كانت تتخذت قرارا برفع ميزانيتها الدفاعية خلال هذا الجلسة بعيد هذا القرار أيضا يعني بعيد ختام الجلسة كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لي تشيونغ عند الساعة العشر والنصف من صباح هذا اليوم وخلاله يعني أجاب على أسئلة الصحفيين وتساؤلات الصحفيين إن كان الصينيين والأجانب وانتقد خلال هذا المؤتمر الصحفي القمع وعملية التطويق التي تقوم بها الولايات المتحدة لبلاده أي الصين وأيضا من ضمن القرارات أو التفرحات التي أشار إليها الرئيس الوزراء قال بأن الصين والولايات المتحدة يمكنهما أن تتعاون وأن هناك أمور كثيرة بأتالي يمكن تحقيقها وأيضا ملفات عديدة تحدث عنها رئيس الوزراء لي تشيونغ ولعل أبرزها الملف الاقتصادي قال بأن هناك جهود كثيرة يجب أن تفضل كل الأسنوات الخامسة المقبلة خاصة عنه في صدق تحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة خمسة في المئة وشبض أيضا على ضرورة التمسك باستقرار الاقتصاد كأولوية في البلاد وأيضا عن إجراءات التعامل مع فيروس كورونا انتقد الوزير الانتقادات الوسائل الإعلامية لإجراءات فيروس كورونا قائلا بأن هذه الإجراءات هي قد حققت انتصارا كبيرا وفي ذلك حققت انتصارا كبيرا بحسب قوله وحاكما في مكافحة فيروس كورونا وأن هذه الإجراءات والاقتراتيجية التي تبعتها أفضل كانت صحيحة تماما إذن هذا أفرد التصريحات التي صرحها اليوم رئيس الوزراء شكرا جزيلا لك مهدي ديراني مفادى الميدين إلى بكين بدورها نددت كوريا الشمالية اليوم بالتدخل الأمريكي في شؤونها وصفة هذا التدخل بالشنيع أذلك في إشارة منها إلى مناقشة وضع حقوق الإنسان فيها في الأمم المتحدة وفي بيان لها توعدات الخارجية الكوريا الشمالية الولايات المتحدة بالرد على سياستها عبر إجراءات مضادة فائقة القوة كما جاء في البيانة فأضافت أن واشنطن تستخدم حقوق الإنسان ذريعة للتدخل الشنيع في بيونج يانج لأنه لم يعد بمقدورها مواصلة الضغط عليها بواسطة الموضوع النووي بحسب البيانة وكالة الأنباء الكورية الشمالية كانت أعلنت اطلاق بيونج يانج صاروخين استراتيجيين من غواصة وبحسب الوكالة فأن اطلاق الصاروخين جرأ قبل تسواحي لمدينة سينفو شرق البلاد مؤكدة أن العملية تكللت بالنجاح وأن الصاروخين صبا هدفيهما المحددين واشرت الوكالة إلى أن العملية تعبر عن الموقف الثابت لكوريا الشمالية بالتصدي لوضعية أن المناورات موجهة ضدها وتؤكد جاهزية وسائل رضع الحرب النووية وصفة هذه المناورات بالخطة الشريرة والمغامرة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قالت أن وكالات الاستخبارات الكوريا الجنوبية والأمريكية تحلل التفاصيل الخاصة بعملية الإطلاق الكوريا الشمالية وأكدت أن الجيش الكوريا الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيقي مع الولايات المتحدة اكتشف جيشنا صاروخا غير محدد أطلق من غواصة في المياه قرب سينفو في كوريا الشمالية صباح أمس وتعمل وكالات الاستخبارات الكوريا الجنوبية والأمريكية على تحليل التفاصيل ما زعمته كوريا الشمالية والحقيقة مختلفان هذا وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منورة عسكرية مشتركة هي الأكبر منذ خمس سنوات وكانت وزارة الدفاع الكوريا الجنوبية أعلنت أن التدريبات ستستغرق 11 يوما من دون انقطاع وأنها تتضمن إجراء اختبار نهائيا لصاروخ فضائيا يعمل بالوقود الصلب المحلي الصنع وإطلاق أول قمر صناعي كوريا جنوبيا للمراقبة العسكرية النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل هدوء حاذر في تجور شرقي العاصمة الليبية بعد اشتباكات ليلية عنيفة أهلا بكم من جديد يسود هدوء حاذر بلدة تجور شرقي العاصمة الليبية ترابلس بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات مسلحة يظهر في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يطلق قنابلة يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين المشتبكين فيما شهدت صعود دخان كثيف بين المباني المواجهات التي دارت بين كتيبة رحبة الدروع وكتيبة أسود تجورة في أربعة شوارع رئيسية وفي محيط مؤسسات صحية وطبية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على خلفية مقتل عناصر من كتيبة رحبة الدروع على يد أفراد من كتيبة الأسود كشف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن من يقف خلف محاولة اغتياله هو جنرال في وكالة الاستخبارات الباكستانية وفي مقابلة ضمن برنامج البعض الأقرب على الميدين اتهم خان رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الداخلية بمحاولة اغتياله six weeks earlier on two public rallies. I actually, in the rallies I announced who was this attempt on me through a religious attempt. The decoy was supposedly a religious fanatic, but the people behind them were these two families, these mafias and one of the intelligence agencies guy which I named. التي ستتحلهاει بهذا الشمس المساعدة. أعتقد أنه يتطلق الرجال الامراتيينة عن فائدة الإمتصالات تقرار الأدولة. فمضة الإمتصالات يتتحلها بجلد أخبار الاجتماعي. مجموعة الدولة الأكبر أنقذ الاسمينية. ولكنت تقلق القيادة الواجتماعات الأضطلاق للأحية في المنزال، من جهة ثانية رأى خان أن حضر بث خطاباته ومقابلاته الصحفية عبر هيئة الإعلام الإلكتروني سببه الخوف من ترشحه ومن نتائج الانتخابات التي ستأتي لمصلحته ولسيما أن باكستان على بعد ستين يوما من الانتخابات مشاركة أن ترد أن ترشح تنظيم ان ترسح تنظام ونانتخابات تنظام ونواتي وعند تنظام ونواتي أراد وضعه الموافق على الزائرور. نواتي الأرادة ، متأكدية ، موجودة تنظيم إعجابات في السيارات السورة والعجابات التي فعلتها أن ترسح تنظام ونقاعدتها ونوافق بشكل ما يمكن أن تلسح أمان الإجابات والأرادة أن تجعل أرادة لي بسرطة لا تنظام وما لا تنظر لكم وما لا تنظر بمقerapارات في الكونغو الديمقراطية قتلة ما لا يقل عن تسعة عشر شخصا في شرق البلاد على يد مسلحين يشتبه في أنهم من القوات الديمقراطية المتحالفة التي يزعم تنظيم داعش أنها فرعه في وسط أفريقيا آيات الاعتداء بعد مقتل أكثر من أربعين شخصا في هجومين مزدوجين الأربعاء في قرى مجاورة بشمال كيفو على أيدي مسلحين وتعد هذه القوات التي يزعم داعش أنها فرعه في وسط أفريقيا وحدة من أكثر الميليشيات المسلحة دموية في شرق الكونغو الديمقراطية وتتهم بقتل آلاف المسلحين قررت نيكاراغو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان ردا على وصف البابا فرانسيس حكومة البلد الواقع في أمريكا الوسطى بأنها ديكتاتورية فضة وبحسب بيان لوزارة خارجية نيكاراغو فإنه تقرر إغلاق سفارة الفاتيكان في ماناكوا وبعثة نيكاراغو دبلوماسية في الفاتيكان ولم يشر بيان الوزارة على نحو مباشر إلى تصريحات البابا خلال مقابلته مع صحيفة أرجنتينية التي وصف خلالها رئيس نيكاراغو دانيال أورتيغا بأنه غير متزن بعد إغلاق بلاده جامعتين مرتبطتين بالكنيسة الكاثوليكية قرار هيئة الإذاعة البريطانية تعليق عمل مقدم البرنامج الرياضي الأشهر غاري لينكر بسبب مقارنة خطط الحكومة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة غير الشرعية بخطاب ألمانيا النازية يثير جدلا واسعا في بريطانيا ويطرح تساؤلات عن قضية حرية الرأي في البلاد موسى السروج غاري لينكر ينتقد سياسة الحكومة بشأن الهجرة فعلقت هيئة الإذاعة البريطانية برنامجه الرياضي الأشهر في البلاد عن العمل المؤسسة الإعلامية بررت قرارها بخرق لينكر قواعد إرشادات الحياد نتيجة وصفه سياسة وزيرة الداخلية تجاه اللاجئين بالنازية لكن زملائه في العمل ونجوم كرة القدم لم تقنعهم الرواية فرفضوا تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز تضامنا مع لينكر لقد اتخذت القرار بشأن لينكر بناء على قيم البي بي سي وقواعدها أعلم أن الأمر صعب في الموائمة بين حرية التعبير والحياد ولا أعتقد كما يذهب البعض في التحليل أن الأمر يتعلق بالاتجاهات السياسية بين اليسار واليمين في البلاد أزمة تعصف بمصداقية هيئة الإذاعة البريطانية بعدما تحولت قضية نجم كرة القدم السابق إلى جدل واسع في البلاد رئيس الوزراء البريطاني رأى أن القضية هي بين لينكر والبي بي سي مؤكدا تمسكه بقطته بشأن المهاجري فيما المعارضة البريطانية رأت أن قرار البي بي سي في تعليق عمل لينكر هو خرق لحرية التعبير وانحياز إلى حكومة المحافظين لا أعتقد أن البي بي سي تتصرف بحيادية فهي خضعت للنواب المحافظين الذين يشكون من جاري لينكر لقد كان قرارها خاطئا وقد افتضح أمرهم كما هي حال الحكومة لأن صميم المشكلة هو فشل الحكومة في تعاطيها مع نظام الهجرة في البلاد أعتقد أنهم تعاملوا مع جاري بطريقة غير عادلة لينكر الذي يصفه البعض بالمشاكس انتقد سابقا رئيسة الوزراء السابق لستراس بسبب مقاطعتها نهائي دور أبطال أوروبا في روسيا كما انتقد نجم كرة القدم السابق البعض في وسائل الإعلام البريطاني لكونهم على حد قوله عنصريين بطريقة بشعة وبلا قلب على الإطلاق تجاه اللاجئين تفضيل البي بي سي رشادات الحياد على حساب حرية التعبير أفقدها المصدقية لدى شريحة واسعة من الرأي العام البريطاني فيما تحول جاري لينكر من مقدم برنامج رياضي إلى شخصية عامة في البلاد موسى سرور لندن الميادين في سوريا مباراة كرة قدم ودية على أرض ملعب الحمداني الدولي في حلب جمعت فريق شباب الحجد الشعبي العراقي مع فريق نادي عمال حلب مباراة تحمل واضا إنسانيا تعبيرا عن الأخوة التي جمعت الحجد بأهالي حلب بعد الدور الذي أداه الحجد في دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا الحياة والنجاة والسلاة 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 في مباراة في مباراة أولا الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل لكل الجرحة ولكل المتضررين ثانيا نحن شهدتنا كثير كثير مجروحة بأخوتنا وأشقائنا العراقيين لأنهم أولا أصحاب حق وأصحاب قضية وأصحاب إنسانية والشكر لا يكفيهم أبدا أبدا مدى على ما قدموه لنا من كل إنسانية وأخلاقية ومعاملة طيبة اليوم نحن في محطة جديدة من محطات العمل المشترك مع الأخوة السوريين لتجاوز هذه الأزمة هذه المباراة الودية هي لجمع القلوب ومن أجل رسم البسمة على شفاه الشباب وخصوصا المتطوعين الذين كانوا لهم السبق في الحضور في عمليات الإغاثة وأيضا بعض المشاركين من العوائل المتضررة الذين شاركوا في اليوم في الدعم والتحشيد في هذه المباراة الودية المباراة هي موضوع مهرجان بنورامي فرحة الصغار بعدما الحشد قدم العراق وساعدنا في أدوار الزلزال وقفوا معنا فأرادوا يسوي مباراة الودية هن أغلبوا اللاعبين من العراق فنحن جبنا مباراة هي كرنفالية وهن تنشيط لأخوتنا العراقيين وشكر إلهم على الشيء قدمونا لا تحمل هذه المباراة في طياتها معاني الروح الرياضية فحسب وإنما ترتقي إلى رسائل إنسانية في مدينة دمرها الزلزال ونكبها فامتدت يد الأخوة لتساندها وترفعها من جديد رضا الباشا من ملعب الحمدانية في حلب الميادين في عام 2020 بدأ العلماء سباق لإنتاج لقاح أمن وفعال لفيروس كورونا في مدة زمنية قصيرة وكانت شركة سينوفاكا الصينية أحد الشركات الأولى التي توصلت إلى لقاح فعال نتعرف أكثر إلى هذه الشركة في هذا التقرير الذي تقريرها ترجمة نانسي قنقر كورونا وتزايد أعداد المصابين فيه كثور الحديث عن اللقاحات والشركات المنتجة لها وكانت شركة السينوفاك من أبرز المنتجين لللقاح خلف هذه العبوة الصغيرة قصص كثيرة خطط وليال طويلة من البحث والدراسة مختبرات تغطي مساحة تبلغ 3000 متر مربع فيها أقيمت ثلاث ورش عمل لإنتاج لقاحات كوفيد-19 لقدرة إنتاجية ضخمة أكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون جرعة خضعت للاختبار داخل هذه الغرف وحتى يومنا هذا يستمر هؤلاء بالدراسة والبحث في متحورات الفيروس نفسه نحن نعمل ونكثف أبحاثنا وتجاربنا في مختبرات سينوفاك من أجل الوصول إلى لقاحات موثوقة للفيروسات كافة والأمراض المعدية بذلنا جهودا حفيتة للتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19 كما سنستكمل أبحاثنا لنعزز تحصين العالم سينوفاك وسعيا منها للقضاء على الأوبئة والأمراض المعدية في المستقبل القريب خصصت ملياري دولار أمريكي للبحث الأكاديمي والتطوير إلى جانب ثلاثة مليارات دولار أمريكي للإنتاج الضخم للقاحات والأدوية على مدى السنوات الخمس المقبلة داخل هذه المختبرات وخلف تلك الغرف جنود سعوا إلى مكافحة فيروس كوفيد-19 هي جهود بدلتها الشركات الصينية بغية مكافحة تفشي الفيروس مهدي ديراني من داخل شركة سينوفاك في بكين الميادين ختم النشرة مع أبرز نتائج حفل جوائز الأوسكار حيث استحوذ فيلم Everything Everywhere All at Once على سبع جوائز في فئات رئيسية من بينها أفضل فيلم وأفضل ممثلة لبطلته الممثلة الماليزية ميشيليو التي أصبحت أول ممثلة من أصل أسيويا أن تنال هذه الجائزة فيما نال الفيلم الألماني All Quiet on the Western Front والمقتبس من رواية عن الحرب العالمية الأولى أربعة جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم دولي لمزيدا من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميدين على الإنترنت الميدين بلغة العربية والإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء شكرا شكرا